ده سؤال وجيه جداً احنا فعلاً نشغالين برضو عليه بقالنا فترة وفيه لجنة فعلاً في المجلس الأعلى للجماعات موجودة عشان يعني تحديث نظام القبول في الجماعات وبيتعاون مع جامعة كيمبرج البريطانية ويبقى فيه تستنج إجزام لمثل هذه الأمور برضو بنفكر في دي وكنا حتى لسه منتكلم فيها مع زمينا رئيس جامعة عين شامسي اليوم هو أحد أعضاء هذه اللجنة ان احنا بنشوف الدول اللي سبقاتنا بتعمل ايه يعني مخاطر ان انا اعتمر على السنوية العامة الوحيدة لابد يبقى فيه عناصر أخرى من بين العناصر اللي احنا بنفكر فيها ان يبقى فيه امتحان للتأهيل لدخول الجماعات ويبقى فيه مواد مؤاهلة واحنا بندرس دي وبنفكر ان شاء الله وربما ان انتهينا منها في وقت مناسب بنترحها للعام القادم ان شاء الله يعني العام القادم العام الدراسي بيش لا هيبدأ بعد شهر ده العام القادم قد يكون فيه اختبارات للقبول في الكليات المختلفة ومواد مؤاهلة عشان ما يبقاش نعتمد لانه ممكن نلاقي طالب كويس قوي وجاء قبل الامتحان تعب مقدرش يجيب مجموع ممكن مستوى من خلال الامتحان انه يمكنه وانه يلتحف والعكس صحيح وكمان ده ممكن يا حد من ظواهر اخرى زي الغش في الامتحانات مثلا اللي بيدي نتائج مزبطة ممكن الغش ممكن انه الحظ ممكن جهد كبير من اللي احنا بنشوفه مع كل احترام اولادنا انه فيه جهد مترسين في الاساس احنا زمان نعرف النهاردة ما نجي مثلا انا على سبيل المثال انا عرف مثلا اسازة مشهورين جدا جدا عندنا في كل الطب كانوا داخلوا كل الطب بخمسة وستين في المائة وسبعة وستين في المائة ويشار اليهم الان بالبنان فيه ناس النهاردة كانوا بخش الطب بمية واثنين في المائة وبسنة اولى وبسنة تانية فالقضية قضية احنا فعلا محتاجين يبقى فيه مواد اخرى يعني عشان تؤهل الطالب انه يخش الجامعة وان شاء الله ده بيكون ويمكن احنا الشهر الجاي فيه ممكن فيه زيارة لجامعة كيميريج لتوقيع هذا الاتفاق وان شاء الله بس حينما يعني تنتهي المسائل كلها سنعلن عنه وسنعلن عنه فقط الناس بوقت مبكر عشان كل طالب داخل بعد كده يعرف يقدروا يستعدوا لي يعني ده يطبق على الطالب ممكن يطبق على الطالب الاستنادي في تانية سنوية يطبق على الطالب عشان قبلها على اقل بسنة عشان يبقى عارف هو يعمل ايه في الفترة ده هيتم تضمينه في القانون يا فندل ممكن او ممكن لكن غير مؤكد القانون زي ما حضرتك ذكرت وانا با يعني الى ان انت بس عشان احنا برضو نحب ان احنا ما يبقاش فيه مفاجأة للناس احنا عايزين هنما نضمن القانون شيء وبعدين مش القانون القانون ممكن يقولك تطوير انا يعني عايز دايما ممكن انا الخلفية القانون لنا بتفيد ان القانون احب نصوص عامة مجازة لكن قد يكون في اللاحة التنفيذية ولاحة التنفيذية ليسوا لتعديلها لانها تصدر بقرار وزاري او قرار من السيد الرئيس الوزاري لا تحتاج اجراءات شديدة وبرلمان وزي القانون فالقانون بنضع فيه الاطار العام الشامل الكامل لكل انواع التعليم العالي وبعدين اللاحة التنفيذية بقى في قانون تنظيم الجماعات ثم ستكون هناك لاحة تنفيذية لكل جامعة تكون بمثابة قانون لهذه الجامعة